لا يخرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أزمة إلا ويدخل أخرى وكأنما يستهويه أمر صناعة الأزمات داخليا وخارجيا فلم تكد الأنباء تخفط عن أزمة إلغاء أستراليا صفقة شراء غواصات نووية فرنسية واستبدالها بأخرى أمريكية حتى نقلت صحيفة لوموند الفرنسية عن ماكرون تصريحات أثارت غبار أزمة جديدة مع الجزائر تصريحات ماكرون التي نقلتها لوموند جاءت خلال لقاء له مع مجموعة من الطلبة الجزائريين حيث بدأ بالهجوم على النظام السياسي في الجزائر وصفاً الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بأنه عالق في نظام شديد التصلب منطلقاً من ذلك إلى السخرية من الجزائر كأمة إذ شكك في وجود أمة جزائرية قبل الاحتلال الفرنسي سنة 1830 زاعماً أن الجزائر كانت قبل ذلك خاضعة لاحتلال آخر مشيراً بذلك إلى حكم الدولة العثمانية الرد الجزائري جاء دبلوماسياً عبر استدعاء سفير الجزائر في باريس وعملياً عبر إعلان السلطات الجزائرية إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية ما يقطع طريقاً مختصراً بين فرنسا وقواتها المنتشرة في عدد من دول وسط إفريقيا ويشبرها على سلوك طريق أطول وبعيداً عن حقيقة أن التوتر الحالي ليس الأول بين فرنسا ماكرون والجزائر فإن أزمة ماكرون هي داخلية في المقام الأول بحسب محللين فالرجل يواجه معضلات داخلية تتعلق بفشله في تحقيق الكثير مما وعد به الفرنسيين بشأن خفض معدلات البطالة وإنعاش الاقتصاد ولذلك فقد اختار الهروب إلى الأمام بصناعة أزمات جديدة تشغل الرأي العام الفرنسي وفي ذات الوقت يغازل بها مشاعر الناخبين فيما يتعلق بالمرحلة الاستعمارية واستغلال قضايا المهاجرين آملاً في كسب أصوات اليمين المتطرف غير أن ماكرون بات يواجه سخطاً متصاعداً في الداخل الفرنسي ممثلاً في قذفه بالبيض والصفعات التي باتت مشهداً متكررة وربما مألوفاً خلال جولاته الداخلية الأمر الذي يشي بأن الانتخابات المقبلة في فرنسا قد تحمل مفاجأة غير سارة لماكرون ومؤيديه